هل تتوقع أن يحسن موضوع مرشح الكتل السنية لمنصب رئيس النواب أو مجلس النواب مع بداية الفصل التشيعي غدا؟ يعني لغاية الآن كما تعلم دكتور إحسان لما يتم الاتفاق على شخصية دون غيرها هل سنشهد دخولاً لجلسة البرلمان مع أكثر من مرشح دون الحصول أو دون حدوث توافق؟ شكراً على الاستضافة هناك عدة سيناريوهات الأول هو عدم عقد جلسة مجلس النواب على اعتبار أن هناك إلزاماً دستورياً بأن تكون الجلسة الأولى هي مخصصة لاختيار رئيس البرلمان وفي ظل عدم التوافق أولاً ما بين القوى السنية وأيضاً وجود آراء متباينة داخل الإطار الشيعي مع عدم وجود موقف واضح لدى القوى الكردية قد تمضي الجلسة إلى التأجيل السيناريو الثاني هو إذا لم تصل القوى السياسية إلى توافق فيما بينها فأنا أعتقد أن سيناريو طرح الأسماء إلى آراء الخاصة لأعضاء البرلمان قد يكون هو السيناريو الأقرب على اعتبار أن عضو البرلمان هو من سيحدد طبعاً هذا لا يعني عدم وجود توافقات بينية أو ثنائية ما بين القوى السياسية أو أكثر من ذلك لهذا قد نمضي باتجاه اختيار شخصية من خلال طرح ثلاثة أسماء أو أربعة أسماء منها بالتحديد وسيفوز في الجولة الثانية هذه هي السيناريوهات من وجهة نظري لكن أنا أعتقد أن التدخل الذي يحدث من بعض الأطراف أنا أتصور أنه قد يعمق من الأزمة السياسية خصوصاً وأن قضية الثأر أو الإقصاء التي تسير عليها بعض الأطراف السياسية أنا أعتقد أنه قد يعصف بالبرلمان على مستوى أداءه في الفصل التشريعي الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة